كلمات وشعارات مختلفة تتصدر المساقات الدعاية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة كل يغني على ليلاه كما يقال ولكن هذا لا يعني أن كل ما يدعون إليه هو الصواب لا سيما في محافظة بحجم كاركوك تضم مكونات مختلفة لها جذورها وثقافتها وتاريخها أما فرض إرادة مكون على آخر فهو سياسة التقهقري لا التقدم نلاحظ في الفوسترات أو الإعلانات الانتخابية كاركوك عربية كاركوك تركمانية لعربات ننتخي هذه تصور مزاعدات انتخابية ومزاعدات سياسية هذا لا تخدم الشعر الكاركوكي نحن ندعو إلى التعيش نحن ندعو إلى التماسك نحن ندعو إلى خدمة أهالي كاركوك بدون إستثناء لأن هذا الشعر حزب الديمقراطي الكردساني وإن شاء الله يترجم في حال ما بعد الانتخابات إذا الله وفقنا في خضم ذلك نجد أن القائمة 197 للحزب الديمقراطي الكردساني تدعو من خلال شعارات مرشحيها إلى التعايش السلمي والتأخي بين جميع المكونات وليس ذلك مجرد أقوال فقط بل أنها القائمة الوحيدة التي تضم إضافة إلى الكرد تضم مرشحين من العربي والتركمان فهي تسعى إلى كسب ثقة الجميع من خلال القبول بالآخر قائمة 197 قائمة تأمل من أجل السلام والوئام بين جميع مكونات الكركوك ونحن عندما نحضر إلى مجلس محافظة كركوك نقوم ببناء اقتصاد قوي وتأمين واحتياجات أبناء مدينة كركوك العزيزة والتعايش السلمي والتأخي بين جميع مكونات وأطياف مدينة كركوك العزيزة وأن من أولويات الحزب عدم التفرق بين مكونات أهالي الكركوك والتعايش السلمي وقبول الآخر وعدم توضيل مكون على مكون الآخر ومن أولويات الحزب كذلك خدمة أهالي محافظة كركوك بجميع قومياتها وعدم المساس بحقوق قومية على حساب قومية آخر ومن أولويات الحزب القضاء على الفساد الإداري المتواجدة في أكثرية المؤسسات وليس الجميع في أكثرية المؤسسات كل شيء من أجل الحصول على أصوات الناخبين يبدو أن هذه الفكرة لا تزال هدف البعض في السباق الانتخابي من الذين يعتمدون على الشعارات القومية والمذهبية والطائفية وعدم قبول الآخر جيار سعيد زاكروس تي بي كاركوك